نتحدث عن النهضة التعليمية التي تشهدها سيناء أهلا محمد صباحا خير على حضرتك كل سنة والشعب المصري كله خير بالنسبة للذكرى الثانية وارفقية لتحريف سيناء اللي بأكد ان الذكرى دي وخالد مش عينتهي ولا ينقضي ولا بمرور الزمن ولا تعاقب الأيان الحاجة اللي أنا عايزة أتكلم واسنع عليها من خلال المقدمة اللي أنا امتدحها في البيانات الحالية التنمية في سيناء بأكد ان التنمية في سيناء موضوعا من ضمن الأولويات الخطة القومية للتنمية بصفة خطة الدولة التنمية حتى من أولوياتها التنمية في سيناء فلو اكلمت أنا على ما يخص ما حدث خلال العشر سنين الأخار في مجال التعليم العالي والبحث العلمي حصلت في زل الثالثال في خمط الإيس كمهورية بأكد لحضرتك ان حصل نقلة نوعية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مش في سيناء بس في مصر كلها فيما يخص سيناء تم ضخ حوالي 23 مليار دنيا استثمارات في مجال التعليم العالي لإنجاز 37 مشروع لتطوير التعليم والدنيا التعليمية في سيناء عندنا انتم إنشاء ست كليات من الكليات المتخصصة بما ينبع من احتياجات المجتمع السيناء ومن على سبيل الإنسان عندي أنا في جامعة العريش كلية المزراء الماء والمصايد البحرية اللي بتخدم شريحة كبيرة جدا من أهالي سيناء وخاصة أن أهالي سيناء فيه شريحة كبيرة بتنتهي من التصيب يعني كليات متخصصة يا فاند اه متخصصة كبقا لحتاجات المجتمع السيناء تم إنشاء ست جامعات من جامعات الجيل الرابع سواء جامعات أهلية جامعات تكنولوجية بتهديد في الوزارة كل ده توفير فرص متميزة في التعليم والتعلق لجميع طبقات وفقات المجتمع السيناء فانا بأكدوا الأمن مع التنمية هو ده الخط الأساسي أو خط الأمن الأساسي فيها أنا عين جامعة جامعة عريش تقريبا بتلت تلاف طالب وصلنا دلوقتي لاتناشر ألت طالب وعندنا خطة طموحة لتضعيف تضاعف العدد خلال الثلاثين القادمين بدأنا بخمس كليات وصلنا حاليا خلال الثاني سنوات الأخيرة إلى أحداشر كلية ومعهد للدراسات العليا ده يبعث رسالة باهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتوفير فرص للتعليم لأهالي سيناء واحتواء الجميع طلاب سيناء في مجال التعليم العالي والبحث العلمي كمان بيبعث رسالة للأمن والأمان والاستقرار اللي بتحبوا به سيدنا الحبيب وقريبا جدا إن شاء الله يتم كلية الهندسة والموارد الطبيعية كأحد الكليات الحديثة في جامعة العريش وخاصة الكلية دي تخدم المجتمع السيناء واللي نحن عارفين سيناء غنية بالموارد الطبيعية فمن الطبيعية إن نحن نعمل كلية تستفيد من الموارد الطبيعية الناتشرا الموجودة بطالة طالب الأبناء سيناء يشتغل في المجتمع بتاعه فيه كمان في القريب العاجل إن شاء الله يتم عمل مجمع طبي بمساحة خمسين فدان في مستشفى تعليمي في مستشفى طوارئ في كلية للتمريض عين الناحية أو الخدمات الطبية في محافظة شمال سيناء بس دا فينا بشكل عام نقلة نوعية كبيرة جدا بأكد إن نحن كل يوم في جديد عندنا رؤية منبسقة رؤية مصر للتنمية عشرين تلاتين ورؤية وزارة التعليم العالي تطوير التعليم العالي والبحث العلمي لطوفيق فرص مميزة ومتميزة لتعليم أهل سيناء الدكتور حسن حركة ذكرت في خلال كلامك إن مشروعات كثيرة خاصة بالتعليم تم إنشاءها خلال العقد الماضي ويمكن جامعات متعددة يعني بدل جامعة العريش أصبح هناك ثلاث جامعات غير عدد من الكليات الجديدة أيضا هلك شايفي فندم إزاي ده ساهم في ترسيخ وجود أهالي سيناء في المكان دون الحاجة إلى الخروج خصوصاً الطلبة لمحافظات أخرى يعني للبحث عن أقسام يمكن ما كانتش موجودة في الماضي في جامعة العريش والجامعات الأخرى أكيد يا فندم إحنا عندنا رؤية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن إحنا نعمل دمج الآلي سيناء سواء دمج ديموغرافي أو إن إحنا آلي سيناء اللي طلعوا بره المتظر لتوفير فرص للتعليم لهم بمجرد حسين أول كليات عملناها اللي كانت محتاجها المجتمع السيناء وكان صالب بمجرد حسين أو بإضطر أن نروح إبليسها في أحد الجامعات الأخرى ولما الطالب يطلع زينا أنت عارف حضر بيطلع الطالب بيطلع مع أسرته وده ليس الهدف اللي نحن ندور عليه حيث أنه ندور على إن الطالب يدلس والوطر مع أهلا عملنا كلية الحسابات والمعلومات ودي لغة العصر عملنا كلية الطب البيتاري ودي شريحة جيدة جدا من أهالي سيناء بيانتهنوا هذه المعنة فبنعمل كلية بردو إن شاء الله السالة جاء نخرج أول دفعة من الإطباء البيتاري من أهالي سيناء عملنا كلية الطب البشر ودي بقلب في التكل مع كلام حضرتك كان الطالب المميز من أهالي سيناء ما بيلاقيش كلية الطب يدرس فيها باخر المحافظة وبيطر أن يدرس الطب في أحد الجماعات خارج المحافظة لما انشأنا كلية الطب كل الطلاب اللي كانوا موجودين خارج المحافظة رجعناهم لأهاليهم والبصر بدأت تصقر وده العدف الأسمة إننا بنعمل استقرار وتوطيل أهالي سيناء بتوطيل فرص للتعليم والتعلق لجامعة الله صحيح جزيل شكر حارتك كنت معنا دكتور حسن أدمرداش رئيس جامعة العريش